أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءل عن النبل العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأوظم هذا والجبال أرتاد وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم صباتا وجعلنا الليل نباسا وجعلنا النهار معشا وبنينا فوقهم سبعا جدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤسرة ماءا سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يزوكون فيها بودا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يعجون حسابا وكسبوا بآياتنا جزابا وكل شيء أحصيناه كتابا فزوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن المتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أطلابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كزابا جزاء من ربك أطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بين الله الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون من أزل لهم الرحمن وقال سوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه بآبا إِنَّا أَنْزَعْنَاكُمْ عَزَابًا قَرِبًا يَوْمَ يَنْزُرُ مَعْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَا يَوْمَ يَنْزُرُ مَعْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَا فَيَكُونُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا صدق الله العظيم صدق الله العطيف صدق الله عظيم اشتركوا في القناة